موسيقى 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 ومعنا دكتور فاخر الايوبي استشاري صيدالي ساريريو ورئيس مجموعة الصيادلة الساريريين في المملكة العربية السعودية انا مستمع بحيك يا دكتور انا مستمع بحيك بنشرك ايه هى ايه اهمية ادوية لمرضى الأدم طب اوكي مش انا حلم لانوا تعافة طبعا بالنسبة لمرضى القلب مشكلتهم انه ادويتهم انه ادويتهم مش تبقى دواء او اثنين اقل مريض فيهم من 7 الى 19 احنا بطبع يلاهم انجليز يسميها بوليفارماسي يعن عنده سيدانية متحرك اهمية الادوية انه لو ما اخد هالمريض يمكن تحصل له لسمحاله مضاعفات تؤدي إلى فقدان الحياة لا يوجد فقدان الحياة مريض لو لم يأخذ العلاج اليوم ستأخذه أخرى أو عادة يوم أو يومين يجب أن يأخذه بشكل دائم وبشكل صحيح الجرعات مهمة أو يأخذ أدوية مع بعض فبتعمل زيت فعولات سمية بأهمية الدوة يجب أن يأخذ مريض يجب أن يقتنع أن الدوة بإذن الله سيساعده الشيء الثاني لأن الشفاء ليس معنات أني أبطت الأدوية لا شفاء يعني أني أأخذ دوة وما زيتش بقى كل سنة يصيروا سبعة أو تمانية كل ما انتزم بدوة المطلوب منه كل ما انتزم بالجرعات إن شاء الله سيكون مناسب أنه ما يزود جرعات أكتر أو ما يزود أدوية أكتر فهذه أهمية الأدوية للمرضى القلب خاصة هم غالبا مرضى القلب يأخذوا الأدوية مدى الحياة ومشكلة القلب مش حاجة بسيطة يعني ممكن يبدأ بقلب بعد كده فالقلب هو أساس الجسم فلو حصل أي مشكلة في القلب أكيد فرشور هتأثر على بقية الجسم يبقى أنا لازم أحافظ عليه أو أتليست أخذ أدوية إن تحميه عشان يقدر يستمر معي بشكل سليم وما تتضاعف إن شاكل بشكل أكبر إنتهي الصياط العامة المرضى القلب أهم شيء في مريض القلب إنه هو دكتور نسو هذه دايما بقولها كل مرضى تشوفهم في العيادة أنا ممكن أقول له مثلاً أخذك جرعة سلانية أو أخذك جرعة تانية أكثر شخص بيحس بالألم أو بيحس بيوضع إن الجرعة هذه مناسبة خاصاً مدرات مدرات البورهيم أدوية مزعجة بس هنا أدوية مهمة في القلب الكوليسرول الضرب يبقى لازم هو عنده متابعة المريض من نفسه يتابع نفسه حتى لو ملقى موعد عن دكتور لك أنا ملقيت موعد لا أي ضرر حيصير على قلبك حيكون أدرع عليك أنت لازم تكون حريص إنك تاخد أدويتك في مواسم برضو لازم ت ministر موسيقى ترجمة نانسي قنقر